اشتركوا في القناة وصديقتها ودفاعها وفكرنا خلال هذا الشهر المرس بمناسبة اليوم العلامي الحقوق المرأة التأبين الراحلة أسماء حلوي باعتبارها رمز ديال النساء الشجاعات اللي كانت عندهم جرأة أنهم يفضحوا ما يقع خلف الأبواب المغلقة أسماء كانت ترمز طبعا وستظل كذلك مع الأسف وحنا في خضم تهيئ لهذا اللقاء وهذا التأبين ديالها كانت تضمو بصريحات ديال سيمو حمد زيان ناقيب سابق ووزير حقوق إنسان سابق كيمس وكينتهك الحرمة ديال الميت مع الأسف لا قيمنا ولا أخلاقنا ولا مرجعيتنا دوليا مع كل اختلافات اللي كتحتار من الموت وكتحتار من الموت سيزيان ضرب هاد القيم وهاد المبادئ عرض الحائط ومس بالسيدة وهي في قبرها مع الأسف اليوم كنقول له بأن أسماء حلاوي ستتضل رمز ديال النضال وديال التضحية ديال المرآة عرضات للاغتصاب والتجار بالبشر وانت لن تكون مناضلا ولن تكون حقوقيا لأن عمر المناضلين والحقوقيين ما تكلموا بهذه اللغة ما تكلموا بهذه النحيطات متكلموا بهذه المستوى ما مسوش الأموات ما مسوش الانتماء البلد ما مسوش القيم والمبادئ اللي كجمعنا كاملين رغم الاختلاف كلها الأمور الخلافية كتنقش كلها الأمور السياسية كتنقش ولكن في إطار الاحترام اليوم سي محمد زيان نحن كجمعية وباتفاق مع الأسرة سنرفعوا شيكاية ضدك للمس بالراحلة المتهمة حرمة سيدات وفات والكلمة بيننا وبينك والفيصل بيننا وبينك هو القضاء أسمع حلوي لليل يرمز ديال النساء اللي قدروا نجهروا بالاعتداءات الجنسية في الشبعنا هي رسم النساء اللي تحات و تحات كذلك بأسرتها اللي غادي نقول لكم هو الله يرحم أسماء والله يوسع عليها و شكرا لها حينتش خلت فينا واحد البصمة ديالنساء مناضلة نساء اللي كيدافع على حقوقهم شكرا للأسماء اللي مرضتش على نفسها الدل والمهزالة شكرا للأسماء اللي صبرات على أي حاجة دست منها من أجل كرامتها و من أجل ولداتها باش غداوا البعد غدا ما يقولوش ماما سامحت فحقها ولا ماما عكس أنها تسبات وتشتمات والضربات والتعايرات و كانت دائما في الأمام و دائما نحن يا كولادها من الله كانت كتحسب نحن كضحايا كلنا بحل صوفية و يا نيس الله يرحم أسماء والسعلاف هات العواشر و بغيت نقول لجميع النساء أي واحدة كتتعرض للاعتداء جنسي لفظي كيف مكان تدفع على رأسها و تعلم ولداتها و ما يدفع على رأسها لا يبقى شغل العيالات لا يبقى شغل اللي بناس ولا ولدات ولا أطفال ولا رجال كل شيء يتعرض للاعتداءات الجنسية النقيب حتى واش نقول له نقيب زيان محمد زيان نقول له الله يهديك و نحن لا نسامحوش و أي ضحية ستجبدها على فمك أنا بعضها كنت نهدر على رأسي أنا صار المرتب و كنت نهدر على الضحايا اللي كانين معنا في الميلف أي واحدة ستتابعك قضائيا حينتش أنت إنسان دون المستوى دون الأخلاق ما احترمتنا في الجلسات كنتي في الجلسات كنتي في الجلسات كنت تنعس حتى تشبع و كنت تنوض تصب الضحايا و أنت مسمعتي والو و ما حضرتي الجلسة لم أسمعتي أي شيء و كنت تنوض لنا كضحايا كتسبنا و كتشتمنا و كتعايرنا و كنا سابرين و لكن دابا وصل السيلو الزوبة سفي مبقيناش قادرين نصبروا عليك رأي حاجة غتقولها حنا لك بالميرساد و أسماء الحلاوي مرضى على رأسها الدل و المهزلة مقابل جوش دريهمة التي تأخذها و تخرج تسبي في الضحايا حسب الله و نعم الوكيل فيك و عفاف برناني لا تبقى يشمع الكاميرات و تسبي و تعيري في الضحايا أنت ما إلا سوكخات ما أنت صحفية ما أنت مناضلة ما أنت إنسانة ما أنت في شنو سوكخات أخذت جوش دريهمة و تخرجت قطعت البحر و بدأت تسبي و تشتمي في الضحايا و نقول لك حسب الله و نعم الوكيل و فيديوهاتك كانوا أكثر وحدة كالتعرض كالتعرض رأى كل شيء شفته بعينيك ما نحتاجوش نقوله لك هنا موسيقى